اشتركوا في القناة نعرض لكم أبرز المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق وبإمكانكم مشاهدين الكرام أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم نبدأ من الفقرة الأولى فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حيث تعرضت قاعدة عين الأسد غربي الأنبار قبل أيام إلى قصف صاروخيا تقف خلفه ميليشيات تابعة لإيران باعتراف الجانب الأمريكي إلا أن المفارقة كانت في اعتقال المقدم عايد عطالة الجغيفي أمر فوج استخبارات حجد حديثة واتهامه بقصف قاعدة عين الأسد من قبل قوة حكومية دون التوجه للفاعل الحقيقي وهي الميليشيات الولائية التي يبدو أنها افتعلت هذه المسرحية للتنصل من مسؤولية القصف خشية الرد الأمريكي عليها وقال مصدر أمنيون أن قوة حكومية أقدمت على اعتقال المقدم عايد عطالة الجغيفي أمر فوج استخبارات حشد حديثة وعددا آخر من المنتسبين للفوج كانوا برفقته وإثر ذلك نشر منتسبون بالحشد العشائري صورا لدخول السيارة التي قصفت القاعدة وتجولت في الأنبار وسط تساؤلات عمن سهل لها الدخول دعونا نشاهد هذه اللقطات التي رصدتها كاميرات المراقبة مشاهدين الكرام سوء شغلة بس راح أخليها تمشي دوي من يمك صلاة صلاة هل سيبيع لا مفارك سيدي؟ لحد هذا الاثنين هل سبيع اثنين اشخاص زيان رجعها شوية رجعها ضعفة رجعها شوية وقفوا كبر رجعها شغلها خليها تمشي خليها خليها قطعها شوية رجعها شوية رجعها شوية رجعها رجعها عصي رجعها البيكم رحمها صغير أبيض نستمر مع هذا الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر مصادر في الحجد العشائري التي نشرت هذه اللقطات التي تابعتموها قبل لحظات أكدت أن دخول العجلة التي تم رصدها بكاميرات المراقبة تم من جهة ناحية بروانا وهي تقل شخصين ينتميان لفصيل مسلح في إشارة لميليشيا الحجد حيث بقيت 48 ساعة في ناحية بروانا وبالأمس كانوا في قبضة القوات الأمنية لكن القوات الأمنية سرعان ما أخلت سبيلهما قبل أن تتوجه لاعتقال عناصر الحجد العشائري وقالت المصادر أن القوات الأمنية تقامت بالتعاون مع قائد عمليات الجزيرة بفبركة الأمور وإصدار أوامر قبض بحق منتسبين مكتب استخبارات اللواء السابع والخمسين من حجد الأنبار للتغطية على الفشل الأمني واعتبار مكتب استخبارات اللواء ضحية لفشلهم فضلا عن جمعهم منتسبين وضباط لإجبارهم على شهادة الزور دعونا نشاهد معا لقطات أخرى لتجول العجلة التي تتهم القوات الحكومية أو التي تتهم القوات الحكومية بتسهيل دخولها والإفراج عن من كان بداخلها لنشاهد هذه اللقطات ألو؟ أخو لهم من ساته أه حبيبي سيدي أه سيدي أه أسسي اللي خارجه وانتاه في الطهر سيدي لن منزل الله لنزل الله لنزل الله هلو؟ إيه ألو؟ 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 يعني نسأل دائما ما نسأل المقاومة العراقية الحقيقية التي قاتلت الأمريكان في بداية الاحتلال الأمريكي في عام 2003 قبل أن تشن القوات الأمريكية بالتنسيق مع حكومات الاحتلال المتعاقبة بالتنسيق مع الصحوات وغيرها حملة للقضاء على المقاومة العراقية الحقيقية الأصلية التي قمعت الأمريكان والتي كبدتهم خسائر كبيرة يعترفون بها لغاية هذه اللحظة هؤلاء كانوا يتحدثون وبكل صراحة ويقولون نحن الذي قصفنا ونحن الذين ضربنا ونحن الذين قتلنا من الأمريكيين ماذا عن المقاومة الإسلامية الحالية الموجودة في العراق المشكلة من فصائل ميليشيوية امتلأت خزائنها بأموال العراقيين قتلت بدم بارد أبرياء العراق شردت العوائل العراقية هجرت الناس من منازلها ومن بيوتها الآمنة وإلى الآن هناك في مخيمات النزوح في العراق أكثر من مليون نازح عراقي لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم بفعل فصائل المقاومة التي خلقتها العمليات السياسية التي جاءت بعد الاحتلال بمباركة الاحتلال هؤلاء لماذا لا يكشفون عن هويتهم لماذا يحاولون التستر خلف أسماء وهمية خلف جهات أخرى لماذا يصدرون بعض الجهات ككبش فداء للتغطية على هوياتهم الحقيقية أليسوا شجعانا ليعترفوا بأنهم هم الذين قصفوا القواعد الأمريكية ويقصفون لماذا لا نرى العامري أو الخزعري وهم زعماء الحجد الشعبي يخرجون أمام وسائل الإعلام ويقولون نعم نحن الذين أمرنا بقصف قاعدة عين الأسد دعونا نشاهد التعليقات ونتابع ونستعرض هذه التعليقات مشاهدين الكرام أحمد سلام يقول القوات الأمنية قدرتها بس على ابن الأنبار أتحد يقدرون على واحد من الحشد لأن دولة وحدهم جهاد يقول لأن القوات القمعية هم من يسهم في ترتيب ونقل الصواريخ للميليشيات ومساندتهم أو مساعدتهم ومحمد يقول هاي سوالف مجديدة عليهم الغاية منها لسقط تهم حسن الرباعي يقول جبناء ما يقدرون يقولون احنا ضربنا القاعدة لأن أمريكا اطيح حظ الفصائل الشيعية والله أثبت وجبنهم وعمالتهم هذا ما كنا نتحدث عنه قبل لحظات مشاهدين الكرام السبب أنهم طبعا في البداية يستعرضون القوة العسكرية والشعارات بأنهم فصائل المقاومة وقادة المقاومة وزعماء المقاومة وكلها نضعها بين قوسين وتحتها آلاف الخطوط الحمر يعني هؤلاء الذين يصدرون أنفسهم على أنهم مقاومة لم يشتركوا بعمليات عسكرية لإنقاذ الفلسطينيين الآن المحاصرين في غزة رغم مطالبة المقاومة الفلسطينية في وقتها بتدخلهم ولم يتدخلوا لا يعترفون بقصفهم للقواعد الأمريكية يعني تخرج أسماء وهمية من هنا وهناك تتحدث عن تبنيها للعمليات العسكرية لكنهم الفصائل الرسمية المندرجة أو المنضوية ضمن ما يعرف بالحجد الشعبي لا تتحدث عن قصف إذن لماذا مقاومة؟ تمام عمر ذياب يقول ظاهر مداخل حديثة صايرة فالتون شلون طبوا؟ نطالب بإرجاع الكفيل مداخل حديثة أبو سجاد يقول والله تاهت على هالمدينة بعد ما نعرف شي ولا أحد يقدر يحجي ناس خايف ومحتارة نسمع رأي السيد أبو عمر من بغداد أبو عمر حياك الله بداية العمليات التي تقول ميليشيات الحشد يعني أنها تصف نفسها بداية بفصائل المقاومة وتقول بأنها تشن هجمات وضربات وقصف على المواقع الأمريكية في العراق لماذا لا نرى زعماء ميليشيات الحشد كالعامري والخزعلي والفياض وأبو فدك وأبو تراب وغيرهم من هذه الأسماء يظهرون إلى وسائل الإعلام ويقولون نعم نحن الذين أمرنا بقصف القواعد الأمريكية ألا يصدرون أنفسهم كفصائل مقاومة لماذا يخشون من التصريح العلني والاعتراف بأنهم هم الذين يقفون خلف قصف القواعد الأمريكية والمصالح الأمريكية بالبداية أستاذ محمد وحيك وحيك قناة الرافدين وجميع أستاذ المشاهدين الكرام حياك الله حياك الله أستاذ محمد إحنا نعرف رجال المقاوم المتقاوم المقابلة يكون وجه بوجه وإنما هاي الأمور من تكون يعني بعيدة المدى أو ناس يعني أجلكم الله يعني ناس جبناء أو ناس يعني أسفل الأسفلين ذول نعتبرهم فما يقولون أنه يدواجهون يعني المقاومة الشريفة اللي يقاوم هي وجه لوجه وإنما من تكون مقاومة يعني يضرب لقذيبة قذيبة ثلاث قذائف يلزم يعني يحاول يذب التهم على ناس أبرياء ناس يحاولون على زعزعة الأمن بالأمار وحديثة وهذه المناطق الغربية ما ممكن لأن أميركا هي تعرف من هو استلاح من فلس بالإراق ويعرفون كل الذين أمثال الخزألي وأمثال العامري وأمثال أبو فدك كل هم هذول الناس الزعماء الميليشيات هم متورطين هم جيوشة ملكترونية أريد أسألك يا أبو عمر هل تقارن المقاومة العراقية التي تشكلت وولدت من رحم المجتمع العراقي للقضاء على الاحتلال لدحر الاحتلال لإخراج الاحتلال من العراق الاحتلال العسكري الأمريكي البريطاني مع دول كثيرة الذي دخل إلى العراق في 2003 خرج أبناء الشعب العراقي حملوا السلاح وهو حق شرعي تكفله دستير العالم أجمع وتكفله جميع الديانات السماوية وتكفله الأخلاق الإنسانية والمبادئ خرجوا دفاعا عن بلدهم بأقل الإمكانيات العسكرية واليوم نحن في 2024 تمتلك هذه الميليشيات التي تدعي بأنها فصائل مقاومة ترسان عسكرية تضاهي ما تمتلكه دول محيطة بالعراق ومع هذا لا نراهم يحررون العراق من الاحتلال الأمريكي الذي يقولون بأنه لا إزال موجود أستاذ محمد نحن نعرف اللهم نحن رجال المقاومة واللهم أحفظ الباقيين واللهم أفرج عنهم في السجون اللي اخذتهم أمريكا نحن نعرف رجال المقاومة اللي صارت بالأنبار والغربية وبدياله وكل محافظاتنا اللي كانت منطفضة ومن كان الأمريكان اللي موجودين من 2006 و2005 هاي المقاومة كانت مقاومة شريفة دفاعا عن مبادئ دفاعا عن سيادة دفاعا عن أراضيها دفاعا عن حرمتها دفاعا عن الشرف اللي هي قاومة بحقيقي وليس إنه من نتهاجم على منطقة تأخذ الغنائم وتطعد بنساها وتعتقد شبابها هاي المقاومة اللي الآن اللي همه يسموها هاي مون مقاومة المقاومة الحقيقية اللي كانت هي في السابق من كان يقاومون الأمريكان وجه لوجه من كان يقابلون الأمريكان هل يلام المالكي لما قال عنهم أمة الجبناء لما وصفهم بأمة الجبناء هذه الميليشيات لما قال الحشد قياداتها اغتنوا انترست جوبهم وابطونهم وحساباتهم البنكية وارصدتهم بالفلوس وبالبيزنس والتجارة مجغولين الفياض وهدي العامري مجغولين والخزعلي مجغولين بالبيزنس هل المقاومة تجارة هل مقاومة الاحتلال تكون عن طريق ملء الجيوب بأموال الشعب أم تكون بحمل السلاح لطرد المحتل يعني شنو المقاومة اللي دي نشوفهم اليوم يمشون وراهم خمسين سيارة رتل من السيارات مدججين بأنواع الأسلحة هي هاي المقاومة يعني بهرجة واستعراض قوة وينها في ساحات القتال وينها عن القواعد الأمريكية ليش ما يدخلون للأمريكان ويطردوهم يعني مو موجودين يقولون احتلال عدنا مو كو احتلال عسكري استاذ محمد احنا نعرف هاي الميليشيات وهاي الأحزاب اللي دخلتوا كثرة دعداتها من 2003 ولحد الآن ناس هم يعني جونا بالطائفية ناس يجونا من أجل سرقة أموال العراق ونشوف اللي صار نشوف القيادات اللي عندهم صارت نشوف الميليشيات نشوف عدد كثرتهم اللي صارت نشوف الموالات اللي صارت بتضحات نشوف المستشفيات اللي صارت نشوف كل مدارس الأهلية هذول الناس أعطتهم زعماء الميليشيات يعني بأموال من أجل حفاظ على مناصبهم حفاظا من أجل كرار فيهم لو لا هذول الناس اللي بدعون احنا مقاومة لكانوا انه الأمثال اللي يعني زعماء الميليشيات اندحروا وانسحقوا ليشكي أنه السبب الرئيسي عندنا بالإراق أذول الناس ذيولة إيران اللي هما دمروا الإراقي وانتشهد عليها ثورة تشرين كيف أنه جوي هاي الأحزاب والميليشيات كيف أنه دخلوا على المطعم التركي كيف أنه مطعم قراج استناك دخلت عليهم وطعنتهم بالسكاكين شكرا أبو عمر بن بغداد أشكرك وطبعا هاي التفاصيل الانتهاكات اللي ارتكبت على يد الميليشيات اللي تشكلت في العراق بعد 2003 أو التي دخلت مع الاحتلال الأمريكي في عام 2003 يعني لا تخفى على العراقيين وهي موجودة في ذاكرتهم والتاريخ سجلها وهي يعني محفوظة محفوظة في إن كان في أذهان العراقيين إن كان في الأوراق والوثائق إن كانت في التقارير الدولية محفوظة إن شاء الله ولا تسقط بالتقادم هذه الجرائم التي ارتكبت على يد هؤلاء الذين قتلوا الأبرياء هجروا العراقيين من بيوتهم يعني كمموا الأفواه ويقمعون الحريات الآن ولا يستطيع أحد أن ينتقدهم وهم في نفس الوقت يتحدثون عن أزهى عصور الديمقراطية هكذا يصفون عمليتهم السياسية أو ما يمر به العراق اليوم بأنه يمر بأزهى عصور الديمقراطية ديمقراطية يعني تتزامن مع حمل سلاح وسلاح منفلت لا أعلم كيف يريدون أن يقنعوا المجتمع العراقي بهذا الأمر ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدين الكرام طبعا بالتزامن مع ما ذكرنا قبل لحظات العراق منذ الغزو الأمريكي له في عام 2003 يشهد أوضاعا أمنية سيئة حيث زاد نشاط الميليشيات المسلحة وانتشر السلاح الذي يوصف رسميا بالمنفلت ليهدد الواقع أو هذا الواقع جميع العراقيين ويعرض الكثير منهم لخطر الاغتيال والاعتداءات المتكررة وبمختلف أنواع الابتزاز عفوا ولم يسلم حتى الضباط الحكوميين من هذه الاعتداءات من قبل الميليشيات والجهات المتنفذة وكان آخر حلقات هذا المسلسل ما تعرض له ضابط يعمل في مطار بغداد الدولي من هجوم بالهراوات والأسلحة الجارحة خلال تجوله راجلا في العاصمة في مشهد يبين حجم الانفلات الأمني والفوضى التي تعيشها بغداد الاعتداءات على الضباط الاعتداءات على المنتسبين الاعتداءات على شرطة المرور والاعتداء على المواطن يعني أشكال كثيرة أوجه كثيرة لعملة واحدة لا وهي الانفلات الأمني دعونا نشاهد هذه اللقطات ضابط يعمل في مطار بغداد الدولي يتجول راجلا في شوارع العاصمة يتعرض لاعتداء من قبل عناصر يسميها البعض منفلتة وهي ميليشيوية يعني يقولون يقول البعض أن العراق أن العراق آمن الآن بلد آمن هكذا يتحدث البعض في العراق ما هو مقياس الأمان والمعايير التي يعتمد عليها البعض في العراق في تصنيف العاصمة بغداد أو أي محافظة عراقية بأنها آمنة هل هذه المشاهد تعكس مستوى الأمان طيب ما هي درجات الخطورة إذن كيف إذن نستطيع أن نقيم أو نصف الوضع المضطرب الانهيار الأمني الانفلات الأمني بأي خانة يمكن أن نضع ما شاهدناه قبل لحظات هل يعكس انضباطا هل يعكس قوة القانون هل يعكس الأمان الذي يشعر به المواطن العراقي الآن ننتقل إلى لقطات أخرى تزايدت وطيرة الاعتداءات والتهديدات بالتصفية الجسدية التي يتعرض لها المحامون في العراق بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة فيما لقي كثير منهم حتفهم وغادر أخرون البلاد جراء ضعف القانون في توفير الحماية اللازمة لهم لممارسة مهنتهم في بيئة آمنة ويواجه مئات المحامين رسائل تهديد وابتزاز ويتعرضون لمختلف الاعتداءات بسبب الفوضى الأمنية السائدة في العراق وعجز السلطات عن تطبيق القوانين مع تنامي نشاط الميليشيات والعشائر المتنفذة فضلا عن مافيات تجارة المخدرات وفوضى انتشار السلاح ووفقا لممثلين عن نقابة المحامين العراقيين فإن أكثر من مئة محامين تعرضوا للاعتداءات في عموم المحافظات العراقية عشرة منهم فقدوا حياتهم خلال عام 2023 وحدها وبحسب ذات المصادر فإن الحصيلة التي أعلنتها نقابة المحامين تشمل الاعتداءات التي بلغتها سواء من قبل جهات أمنية أو من شكاوى تقدم بها محامون لأن هناك الكثير من حالات الاعتداء التي لا يتم توثيقها وذلك لعدم رغبة المحامي في تحمل تبعات ذلك وتداعياته مع تهديدات شبه يومية للمحامين في مختلف المناطق العراقية من أجل دفعهم إلى ترك دعاوى أوكلت إليهم وتداول عراقيون في نطاق واسع اليوم الجمعة مقطعا مصورا يوثق لحظة محاولة اغتيال استهدفت المحامي حمزة جاسم جنوب مدينة الحلة بمحافظة بابل وأظهر المقطع مجموعة من المسلحين وهم يجبرون المحامي على النزول من سيارته وقاموا بإطلاق النار باتجاه قدمه وكما ستشاهدون بعد لحظات قام المحامي بمقاومة المعتدين خلال إطلاقهم النار فيما فدت بعض الأنباء أن المحامي تعرض لهجوم مسلح أثناء خروجه من منزله أيضا لنشاهد نستعرض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع مشاهدين الكرام سارة تقول وين الدولة وين القانون بنص الشارع وبعز النهار شايرين إسلاح وين عايشين إحنا وين السيطرات والله عجيب اللي داي يصير تعليق من علي يقول أي زمن هذا اللي نعيشه اليوم ويجي واحد يقول لك عايشين برفاهية وأمان تعليق من مسلم يقول الله يستر العراق صاير غابة صاير القوي ياكل الضعيف حسبي الله ونعم الوكيل علي مالك يقول شنو هالاستهتار هذا بلد وين رايح وشنو هاي عصابات لو القانون بس على الفقير باصل يقول السبب ضعف القانون والقانون فقط على الضعفاء الذين لا ينتمون للأحزاب وآخر تعليق لدينا من أحمد يقول بلد تايه ما بقانون عبارة عن عصابات وميليشيات وأحزاب فاسدة ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدين الكرام قالوا قديما حاميها حراميها ويبدو أن هذا المثل ينطبق على الملف الثالث حيث قال مواطن أن سيارته جرى حجزها بتاريخ واحد ثمانية من هذا الشهر في مركز الشرطة السيدية لكن هذا المواطن الذي تم حجز سيارته تفاجأ عند متابعة كاميرات المراقبة باستعمال هذه السيارة من قبل المنتسبين في المركز والتجول بها دعونا في البداية نشاهد لحظة حجز السيارة من قبل دورية حكومية اشتركوا في القناة الى الان هذه لقطات طبيعية عادية شرطة المرور أوقفت سيارة وقامت بحجزها نظرا لأن صاحبها كان قد خالف لكن التفاصيل تأتي الآن بعد خمسة أيام من تاريخ حجز هذه السيارة تمكن المواطن من رفع الحجز من المحكمة لعدم وجود أي مخالفة على هذه السيارة وعند مشاهدة محتوى كاميرات المراقبة بعد استعادة السيارة وإذ بهذه السيارة تستخدم يومياً وبأوقات متأخرة من الليل وقام المواطن بالنشر على حسابه الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة مقاطع تحتوي على تواريخ وتفاصيل لتجول المنتسبين الأمنيين الحكوميين في سيارته المحجوزة حتى قد بيتها البعض منهم خارج المركز أمام منازلهم دعونا نتابع هذه اللقطات كما تتابعون مشاهدين الكرام هذه اللقطات يعني فعلاً حاميها حراميها في العراق حاميها حراميها يا مكثر المواقف التي تؤكد فيها القوات الأمنية بأنها يعني يد من أياد الفساد من أياد التجاوز على القانون وليس تطبيق القانون استغلال السلطة التمادي بفعل القوة المفرطة والقانون الغائب على المواطن البسيط سيارة مواطن تم حجزها سواء كان مخالف أم ليس مخالفاً يعني بأي حق وتحت أي بند قانوني يحق لك أن تستخدم هذه السيارة ماذا لو استخدمت هذه السيارة بعملية إرهابية مثلاً ماذا لو تسبب من يقودها الآن بصدم هذه الدراجة مثلاً أو التسبب بحدث سير من الذي سيعوض المواطن من تسول له نفسه بأن يستخدم سيارة غيره بشكل مخالف للقانون ويتجاوز على القانون يعني ألا تسمح له نفسه أيضاً أن يسرق مثلاً أن يستخدمها من أجل تنفيذ عملية السرقة على سبيل المثال دعونا نشاهد لقطات أخرى لنفس الموضوع تبين مقاطع أخرى نشرها نفس المواطن قيام أحد الأشخاص الذي من المتوقع أن يكون منتسباً في المركز أيضاً لأن السيارة بقيت هناك قام هذا الشخص بسرقة أجزاء من محرك السيارة وتوعد المواطن المركزة ومنتسبيه ووزارة الداخلية باللجوء للقضاء لعله ينصفه ويقوم بإرجاع حقه دعونا نشاهد كيف جرت عملية سرقة أجزاء من محركة سيارة المواطن التي تم حجزها هذه هي اللقطات كما تتابعون الآن مشاهدين الكرام طبعاً من الجيد وهي أيضاً نصيحة ربما قد تفيد أصحاب السيارات في العراق أن يقوموا بتركيب هذه الكاميرات كنوع من أنواع الحصان أو الحماية القانونية لهم فيما بعد لعله وعسى قد تفيدهم بشيء ما كما أفادت صاحب هذه السيارة بمعرفة ما الذي جرى لسيارته أثناء عملية احتجازها هذا الشخص طبعاً هي الآن متواجدة في الساحة التابعة لوزارة الداخلية لمديرية المرور لشرطة المرور المكان الذي تحجز فيه السيارات ما الذي قام بفعله هذا الشخص ما الذي أخذ من قطعه لماذا استخدم هذه الأدات لا أحد يعلم دعونا نتابع اللقطات التعليقات عفونا التي وردت بشأن هذا الموضوع جلال يقول مع الأسف هذا استهتار وزارة الداخلية بحاجة ماسة لتسريح كل منتسبيها وإعادة بناءها من جديد تعليق من منتظر يقول احمد ربك وشكرا يقصد للمواطن ما قتلوا سلبوا ما قتلوا أو سلبوا أو خطفوا بها أحد أو نقلوا بها مخدرات وحشيشة وكريستال ومشروبات كحلية محمد يقول هاي سيارتك بها كاميرا وفضحتهم الله يعلم بالسيارات الباقية تعليق لدينا من علاق يقول مراكز الشرطة مصيبة على العالم بحيث قامت العالم تتقبل الظلم على نفسها وتحلها بأي طريقة ولا تفوت مركز شرطة وين وزير الداخلية مو المفروض حكومة خدمات خوش خدمات ولد سيارته تنحجز عند الدولة يبيعون نصة تفصيخ طيب لدينا تعليق من أبو مهدي يقول هاي الخدمات الجليلة تلقاها متوفرة بكل مراكز الشرطة ببلدنا اللي ماكوا مثله وميثم يقول الله يلعنهم وزارة فاسدة من ساسها لراسها من أصغر موظف لأكبر موظف بيها لا ذمة ولا ضمير ولا مخافة الله طبعا مع التحفظ قليلا على ما ورد في تعليق ميثم لأنه لا يمكن التعميم طبعا في النهاية هناك من ينتمون إلى المؤسسات الأمنية أو العسكرية في العراق وهم يحملون في داخلهم حسا وطنيا نية صادقة وكما تابعنا في كثير من المواقف التي أثبت فيها ضباط إن كانوا تابعين لوزارة الداخلية أو وزارة الدفاع حسن نواياهم تجاه بلدهم تجاه المواطن لكنهم يصطدمون بالميليشيات بالمافيات بأصحاب السلطة والنفوذ من الأحزاب الذين يحجمون من دورهم والذين يحاولون دائما محاربتهم هناك في القوات الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية من هو يخشى على مصلحة بلده ومصلحة شعبه لكنه ضعيف سلطة قليلة محجم بسبب كما قلنا أصحاب النفوذ نستمع لرأي سيد عبد الرزاق من بابل الفضل عبد الرزاق هياك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد بالنسبة لوضع العراق بس علينا الصوت شوية سيد عبد الرزاق أقول وضع العراق يختلف ومغاير الوضع الاعتيادي للبلد المحيطة بالعراق نعم نحن نرى الميليشيات والإنفلاق هو الذي يتحكم بالبلد الدولة العميقة هي التي تتخذ القرارات وهي التي تصادر حقوق المواطنين يعني من خلال التعدي من خلال التجاوز على المواطنين إذن إحنا جاي يعيش يعني ضل دولة تاهية يعني ما عندنا دولة التي تحمي المواطن نعم يا أخي الانفلاف الأمني الانفلاف الإداري كل أنواع الانفلاف الموجودة بالبلد هذا هو يعني ما يعني يخليك تحس بأمان واستقرار للأيام القادمة يعني طيب أريد أتداخل معك بهذه الجزئية سيد عبد الرزاق هناك في العراق من يقول من المواطنين أنه بغداد آمنة نحن اليوم نتجول في بغداد بغداد فيها مطاعم فيها كافيهات مقاهي فيها أماكن للترفيه لترفيه العوائل بغداد بإمكانك أن تتجول فيها منتصف الليل بعد منتصف الليل الوضع الطبيعي أنتم تبالغون سيد عبد الرزاق أنت وغيرك من العراقيين تبالغون بوصف المشهد في العراق العراق مو مثل ما تصفوه بلد مضطرب بلد مقلق أمنيا بلد منفلت أمنيا لا العراق بلد آمن ومستقر هل أصحاب هذا الرأي يعكسون حقيقة ما يحدث في العراق اليوم أستاذ محمد فترة من فترات وزير الداخلية نحن نرى أننا لا عدنا عداء ويا هذه الحكومة أو هذا الوزير أو هذه الوزارة بالعكس نحن العمل الذي يخدم البلد يخدم المواطن العراقي نمتحه فترة من فترات يعني مدحة وزير الداخلية للحملة مالكة اللي سواها بتطهير منطقة من مناطق بغدار ضد الفاسدية ضد المخدرات فمدحة يعني إحنا فترة قلت لك فترة في فترات الرجل يعني أدى واجب وطني لكنه يا ريت يستمر والد لربما أطيع حقه لأنه اليوم هو يعني محاط بالميليشيات يعني يوم الميليشيات يا أستاذ محمد هي اللي تتحكم من مصير البلد يعني تحاول تجر العراق وشعب العراق إلى حرب لا ناقة بها ولا جمل يعني إحنا اليوم جاي نشوف هالميليشيات هذه هي اللي تتصادر رأي العراقيين تتصادر رأي الحكومة يا أخي ما يصير لازم يكون هناك ضبط وانضباط لردح هذه الميليشيات يعني إحنا ما يصير أسألك بس أسألك سيد عبد الرزا أنت تصدق أنه اليوم الميليشيات الموجودة في العراق تسعى لجر العراق إلى حروب مثلا يعني إلى إدخال العراق في حروب وفي صراعات مسلحة ذول الموجودين اللي همهم الوحيد سرقة المال العام وكيفية التصارع على المناصب وكيفية تصفية الخصوم وكيفية قمع المواطن يدورون على الحروب مع من؟ مع أمريكا هي التي جاءت بهم مع من؟ مع الكيان الصهيوني هو الذي دعم احتلال العراق ووجود هذه النماذج وهذه الشلة اللي دتحكم الطبقة السياسية اللي دتحكم في العراق مدعومة من الولايات المتحدة وبمباركة الصهاينة مع من تتصارع؟ يعني من عندك اليوم اليوم اللي يعني يسعى إلى يعني شو إحنا اليوم ده نشوف الوضع العام في المنطقة وضع مضطرب وذولة ضامين روسهم مثل النعام الفلسطينيين يذبحون في غزة وذولة نايمين كروش ممتلئة ويجلسون على كراسيهم ولا يحركون ساكن سوى بالتصريحات تحولوا من مقاومة مسلحة إلى نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي ذولة يدخلون العراق بمشاكل لكن النقطة أنه ذولة نقم على العراقيين وعبء على المواطن نعم السيد محمد الكل يعرف بما فيها أمريكا بأنه هذه الميليشيات هي ذيل لدولة إقليمية وهذه الدولة الإقليمية صدقني مجرد بوق لكنه كحقيقة عمل بطولي ضد أمريكا وضد إسرائيل هذه الدولة ما تقدر وأنا ما رضي يعني أدخل بالموضوع يعني لعماك ما تتوهدي لكنه اختصر إليك بأنه هذه الميليشيات هي تتحرك بأوامر من هذه الدولة هذه الدولة ما تحاولها ترد لكنه تحرك سميها يا رجل سميها هي ما تخفى على أحد إيران سميها أكيد أكيد أستاذ محمد فهي اللي جاء يتحرك هذه الميليشيات وممليكا تعرف كل ذي بأنه العراق كشعب ما لا يعني فتدخل ولا إلى رغبة يدخل بحروف لأنه احنا صراعا كشعب عراقي مليانة من الحروب ومليانة من الدمار ومليانة من الدماء لكنه قلت لك هذه الميليشيات هي نكمة وصخص على الشعب العراقي فأمريكا وإسرائيل تحاول تتجاه فدأدر لتدمير هذا البلد يعني عن طريق هذه الميليشيات هي تعرف كل ذي بأنه الشعب العراق ما يرغب في هذه الميليشيات لكنه تتجاه فدأدر لتدمير هذا البلد وحضارة هذا البلد عن طريق هذه الضيور اللي تتفذ مخططات دول إقليمية فالعدو يعرف يا أستاذ محمد لكنه دولة نعم بالضبط أنا أشكرك شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق هي تنفذ الأجندات والمخططات التي رسمت لها وتسير على الخطة التي وضعت لها من قبل أمريكا ومن قبل إيران كذب من يعتقد أو واهم من يعتقد بأنه من في العراق اليوم من الأحزاب التي تمتلك أذرع مسلحة من ميليشيات وغيرها هي تقف بالضد من المشروع الأمريكي أو تحارب الكيان الصهيوني أو تعادي الولايات المتحدة فعلا هذه الشعارات لا تصمن ولا تغني من جوع حقيقة ما يحدث في العراق اليوم تابعوه من 2003 إلى اليوم لم يتم شيء عن طريق الأحزاب الموجودة في العراق إلا وكان فيه مصلحة للولايات المتحدة يتحدثون عن قطاع الطاقة أمريكا تسيطر على 65% من قطاع الطاقة العراقي يتحدثون عن الاحتلال القواعد الأمريكية منتشرة في العراق لماذا لم يقاتلوهم لماذا لم يطردوا الاحتلال الأمريكي بقوة السلاح يتحدثون عن توغل الولايات المتحدة وإيران تسيطر على المشهد العراقي إن كان سياسيا إن كان عسكريا إن كان اقتصاديا هم باعوا العراق للدول التي جاءت بهم ونصبتهم في هذه المناصر ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدين الكرام لدينا أظهرت مقاطع مصورة تداولها ناشطون عراقيون نفوق ملايين الأسماك في الأهوار بمحافظة ميسان في مشهد مؤلم بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة ونسبة الملوحة وحمل ناشطون الحكومة ما آلت إليه الأوضاع في البلاد بسبب شح المياه وإهمال الجهات المعنية لهذا الملف رغم تفاقم الأزمة وتأثيرها على الثروة الحيوانية وأكدت الجهات الحكومية في محافظة ميسان نفوق كميات كبيرة من الأسماك محذرة من ظهور أمراض خطيرة مع استمرار أزمة الجفاف دون أن تضع الحلول لمثل هذه الكارثة التي باتت تتكرر مؤخرا دعونا نشاهد هذه اللقطات من محافظة ميسان لمشهد من المشاهد المؤلمة التي تعكس تكبد العراق خسائر بملايين إن لم يكن بمليارات الدولارات سنويا بسبب الضرر الحاصل نتيجة الجفاف ترجمة نانسي قنقر مقطع آخر لنفس الموضوع العراق يشهد منذ سنوات موجة جفاف حادة ازدادت سوءا في العامين الماضيين من دون أن تتخذ الحكومة أي إجراءات حقيقية لمعالجة الأزمة رغم التحذيرات الدولية والمحلية ويمثل نهراء دجلة والفرات المصدر الرئيسة للمياه في العراق ومع سوء إدارة ملف المياه والسياسات المائية لدول المنبع قلت مناسيب النهرين إلى مستويات خطيرة ووصل ارتفاع المياه في بعض المناطق إلى أقل من متر واحد وبينت صور أخرى نفوق الثروة السماكية في هور الحويزة ببركة أم عاج في نهر الدوب نتيجة لجفاف الأهوار في مشهد يبين حجم الكارثة دعونا نشاهد هذه اللقطات خب عم هادواب إشان كفظة اشتركوا في القناة نستعرض تعليقات مشاهدين الكرامة التي وردت بشأن هذين المقطعين أبد الحميد يقول هذه جريمة والغاية منها تدمير الثروة السماكية تعليق من محمد يقول عمل مفتعل وإجرامي يحاسب عليه المسؤول عجب من المسؤول جعفر يقول كل بسبب إيران التي قطعت روافد نهر دجلة التي تنبع من الأراضي الإيرانية وكذلك موافقة الأحزاب طبعا دجلة لا تنبع من الأراضي الإيرانية دجلة والفرات ينبعان من تركيا المصدر المهم من الأراضي الإيرانية وكذلك موافقة الأحزاب السياسية القذرة الموالية لإيران التي وافقت على تصرف إيراني تصرف إيران العدائي للشعب العراقي المظلوم إيران تقطع روافد الأنهار الواصلة إلى محافظة ديالة نسبة المياه القادمة من إيران إلى العراق تمثل 18% من المجموع المياه التي تصل إلى العراق والتي تغذي الأنهار إيران قطعت الجانب الخاص بها تماما باعتراف وزير الموارد المائية الأسبق لكن يبقى ما لدى الجانب التركي وهو يعني يدخل العراق طبعا بأزمات كثيرة وهو ما لم تتحرك تجاهه الحكومات المتعاقبة لمعالجة مشكلة المياه وملف المياه مع دول المنبع دعونا ننتقل إلى تعليق آخر أبو أمير يقول حسبي الله نعم الوكيل على كل ظالم أراد سوءا لهذا الشعب ومرتضى يقول العراق غير صالح للعيش بوجود هؤلاء السفل السياسيين الذين دمروا البلاد والعباد وحسبي الله نعم الوكيل تعليق لدينا أيضا من ناظم يقول إيران سدت روافد عن الأهوار وتسببت بهذه الكارثة ننتقل الآن إلى فقرة الإنفوغرافيك مشاهدين الكرام يحتفل العالم يوم غد بيوم الشباب الدولي وهو احتفال سنوي في الثاني عشر من آب لتركيز اهتمام المجتمع الدولي بقضايا الشباب والاحتفاء بإمكانياتهم بوصفهم الشركاء في المجتمع العالمي المعاصر ويعاني أغلب العراقيين دون الخامسة والعشرين من العمر من البطالة وعدم الاستقرار الاجتماعي إذ يمتلك العراق ثروة بشرية كبيرة متمثلة في الشباب لكنها معطلة وغير مستغلة حيث يعاني تحديات كبيرة وسط أزمات عدة وفساد سياسي وضعف اقتصادي وغياب للاستقرار السياسي ويشعر جيل الشباب في العراق باليأس والإحباط من الأحزاب السياسية المتحكمة في المشهد العراقي بعد 2003 لعدم تلبيتهم لطموحات العراقيين المزيد من التفاصيل في سياق الانفوغرافيك الذي أعده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في الختام مشاهدين الكرام شكرا للمتابعة وإلى اللقاء